العقوبات المفروضة على مالي تستمر سنة إضافية. مدد مجلس الأمن الدولي حظر السفر وتجميد الأصول المفروض على الأفراد والكينات التي تعرقل تنفيذ اتفاقية السلام والمصالحة في مالي حتى 31 من شهر غشت القادم. القرار جدد تأكيد على أن العقوبة المذكورة وتشمل حظر السفر وتجميد الأصول تطبق على الأفراد والكينات الذين تحددهم اللجنة المنشأة بمجب القرار 2374 للعام 2017 خاصة من أجل التخطيط أو توجيه أو تمويل أو ارتكاب أعمال في مالي تنتهك القانون الدولي الإنسانية. وفي القرار 2649 الذي تم تبنيه بالإجماعة مدد المجلس حتى 30 من سبتمبر عام 2023 ولاية لجنة الخبراء لمراقبة تنفيذ العقوبة أيضاً. فضلاً عن طلب تشجيع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي مساعدة اللجنة. طالب مجلس الأمن فريق الخبراء بتقديم تقرير في منتصف المدة في موعد أقصاه 28 من فبراير عام 2023 وتقرير نهائي في موعد أقصاه 15 من غشت من العام نفسه وتحديثات دورية بينهما. وفي القرار 2649 الذي تم تبنيه بالإجماعة مدد المجلس حتى 30 من سبتمبر عام 2023 ولاية لجنة الخبراء لمراقبة تنفيذ العقوبات أيضاً. فضلاً عن طلب تشجيع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي مساعدة اللجنة. قرار مجلس الأمن الدولي يأتي عقب تأزم العلاقة بين فرنسا والمجلس الانتقالي الحاكم في مالي الذي طلب من القوات الفرنسية مغادرة الأراضي المالية واتهم فرنسا بتأجيج العنف في البلد.